اشتركوا في القناة السورية في الشرق هذا يبين لنا مقطع عرض لسوريا مقطع عرض لسوريا يمتد من الغرب الى الشرق يشمل مقطع تضاريسي يشمل التضاريس الموجود في سوريا وقلنا اشمعنا التضاريس تشمل المرتفعات والمنخفضات الموجودة في اي منطقة لما قل مرتفعات ما فمعناه تعني الجبال والهضاب والتلال اما المخفضات فتعني السهول والهديان والحفار فما هي تضاريس سوريا نلاحظ سوية هذا المقطع يبدأ من الغرب في البحر المتاصب يلي البحر ماذا يوجد سهول ساحلية سهول الساحلية يلي السهول الساحلية في عنده جبال الجبال الغربية الجبال الغربية يقع الغربية نعم يقع الى الشرق من الجبال الغربي منطقة تسمى بالحفر والمقاعرات الانهدامية إذن الحفر والمقاعرات الانهدامية يقع شرق الجبال الغربية ويقع هذه المنطقة منطقة الحفر الجبال تسمى بالجبال الشرقية يجاليها الهضاب والسهول الداخلية فهذه يسميها الوحدات التضريسية في سوريا ماذا يسميها الوحدات التضريسية في سوريا إذن ما هي أقسام سوريا تضريسية السهول الساحلية نعم من إسراء نعم إسراء يلا يا إسراء أستاذ نعدك يا هون نعم يا إسراء السهول الساحلي والجبال الغربي الحفر والمقاعرات الانهدامية والجبال الشرقي والهضاب والسهول الداخلي والبارد البارد إذن هذا يسميه مقطع تضريس لسوريا إذن فدرسنا إن شاء الله لهذا اليوم بعنوان الوحدات التضريسية في سوريا أين نحن من هذه الوحدة نحن هنا أخذنا بالدرس السابق تضريس الوطن العربي في دروس قادمة إن شاء الله سوف نأخذ المناخ في الوطن العربي المياه في الوطن العربي المناخ في سوريا إلى آخره ماذا سنتعلم من درسي اليوم ما هي الأمور التي يجب أن أتعلمها أولا أن أصنف الوحدات التضريسية في سوريا أن أحدد موقع المنطقة الساحلية وهو أول قسم تضريسي في سوريا أن أذكر الجبال الموجودة في سوريا في عند بعض الكلمات المفتاحية لهذا الدرس وحدات تضريسية ما هي السهول في سوريا وحاول وحاول لاحظنا بالشكل السابق أو المقطع السابق الذي تكلمنا عنه وهذا هو تكلمنا عن الوحدات التضريسية في سوريا فبالتالي سوريا تمتاز بتنوع أشكالها التضريسية إذن بما تمتاز سوريا طلاب تمتاز سوريا بتنوع الأشكال التضريسية تمام وتشكل مجموعات مختلفة فيما بينها إذن هذا التنوع نتج عن تنوع العوامل الجيولوجية والمناخية التي تعرضت لها سوريا وأهم الوحدات التضريسية في سوريا مثل ما ذكرنا سابقا يمكن تقسيم سوريا إلى الوحدات التضريسية التالية المنطقة الساحلية المنطقة الجبلية الغربية منطقة المقاعرات والحفر الانهدامية في عندي منطقة الهضاب والسهول الداخلية منطقة الهضاب والسهول الداخلية فإذن هذه يسميها الوحدات التضريسية في سوريا أولا سوف نبدأ بالمنطقة الأولى وهي المنطقة ما اسمها؟ المنطقة ما اسمها؟ الساحلية المنطقة الساحلية إذن أين هي هذه المنطقة على الخريطة؟ هذه خريطة طبيعية لسوريا إذن هذه خريطة طبيعية لمين؟ لا سوريا هذه الحدود سوريا تمام؟ تمام أين هي المنطقة الساحلية؟ هذه هي المنطقة الساحلية المطلعة على البحر المتوسط إذن أسميها المنطقة ماذا الساحلية وتشمل الساحل والسهول الساحلية الساحلية نعم تشمل الساحل والسهول الساحلية احنا اخذنا انواع السهول في الوطن العربي تقسم الى قسمين سهولا ساحلية والسهول التانية يسميناها فيضية سهولا فيضية اذا نبدأ باولا المنطقة الساحلية إذن المنطقة الساحلية تشمل الساحل السوري من أين يمتد هذا الساحل؟ يمتد من الحدود التركية حتى مصد نهر الكبير الجنوبة لاحظينوا على خريطة إنه يوجد نهر الكبير جنوبة؟ في سوريا نعم يبدأ بعده الحدود أو الأراضي اللبنانية نحن سوف ندرس هنا في سوريا إذن يبتد الساحل السوري من حدود التركية الشمالة من هون حتى مصد نهر الكبير الجنوبة جنوبة يلي أو يأتي بعد الساحل في عنده سهول ساحلية سهول ساحلية هذه باللون الأخضر طبعا تشكلت بفعل الحد والترسيب الشاطئ وتشكلت كذلك بفعل الترسيب النهري وهذه السهول مختلفة إذ تتسع جنوب مدينة اللاذقية هنا تكون سهول واسعة وضيقة شمال مدينة اللاذقية فمثلا أدى اقتراب الجبال لحظة هذه الجبال من الساحل إلى البحر يعني إلى وجود سواحل صخرية وجود رؤوس وخلجان مثلا خليج ما اسمه خليج السويدية رأس البسيط رأس النهارة فهذا نسميه ساحل ما اسمه ساحل متعرج ساحل نعم متعرج متعرج نعم إذن نسميه ساحل متعرج يعني ماذا يعني متعرج يوجد فيه رؤوس وخلجان يوجد فيه رؤوس وخلجان أما الساحل جنوب مدينة اللاذقية هذا هو الساحل جنوب مدينة اللاذقية بما يتصل هنا تتسع السهول الساحلية هنا لاحظه تصير واسعة هنا تكون واسعة السبب ابتعاد الجبال عن ماذا عن البحر عن البحر هنا الساحل هو ساحل رملة ساحل ماذا رملة أما الساحل شمال مدينة اللاذقية فهو الساحل ما نوعه صخرة ساحل صخرة أحسن إذن هنا ساحل صخرة شمال مدينة اللاذقية ولكنه ساحل رملة جنوب مدينة اللاذقية هنا يظهر قبالة الساحل جزيرة في سوريا هي جزيرة أرواد هذه هي جزيرة أرواد شايفينها عن خريطة طلاب محل المشير مكتوب أرواد هنا يأتيني سؤال مهم جدا وازل وازل بين الساحل جنوب مدينة اللاذقية والساحل شمال مدينة اللاذقية ماذا نقول نقول الساحل شمال مدينة اللاذقية هو ساحل صخرة السهولة الساحلية ضيقة بسبب اقتراب الجبال من البحر هم الرؤوس والخلجان نقول خليج السويدية رأس البسيط رأس النهالة أم أقول هو كثير التعارج نفسي يقول كثير التعارج تمام يا طلاب تمام ساحل قليل التعارج قليل التعارج هنا تضع قبالة الساحل جزيرة تسمى بجزيرة أرواد جزيرة أرواد هذه صورة فضائية هذه مدينة اللاذقية هنا الحدود التركية لاحظوا هذه رأس خليج رأس خليج رأس هنا من لاحظ قليل التعارج هارل مدينة اللاذقية هذا الساحل جنوب اللاذقية تمام يا طلاب حدنا سؤال على الساحل والسهولة الساحلية إذن هذه هي المنطقة الساحلية نقرأها سويا أو م政治 يقرأ لي المنطقة الغربية نعم إستاذ أنا بقرأ إستاذ س concrete إستاذ نعم نعم يا أحمد نعم يا أحمد زيدان فضل يا أحمر تقرأ لي المنطقة الغربية الساحلية. يشغل الساحل الجهة الغربية من سوريا ممتدا بين خليج اسكندرون شمالا ومصب نهر الكبير الجنوبي جنوبا. ويل الساحل شريط من السهول الساحلية تشكل تشكل بواسطة الحط والترسيب الشاطئي. تشكل بواسطة الحط والترسيب الشاطئي إلى جانب لحقيات المجاري المائية المقطعة لهذا الشريط وتتباين صفات الساحل والسهول الساحلية بين شمال مدينة اللادقية وجنوبها. ففي الشمال أدى اقتراب سلسلة جبال الغربية من البحر إلى وجود سواحل صخرية مرتفعة كثيرة التعاريج تكثر فيها الرؤوس والخلجان كخليج اسكندرون في لواء اسكندرون المحتل الذي يعود من أهم الخلجان. لا تساعه وحمياته. وخليج السويدي الواقع بين رأس الخنزير ورأس البسيط. كما أدى هذا الاقتراب من جانبه إلى مضيق السهول الساحلية عموما في هذه المنطقة. كما هو الحال في السهول اسكندرون أما جنوب مدينة اللادقية فإن هذه السلسلة الجبلية تبتعد عن الساحل لتتسع السهول الساحلية كما هو في سهول جبلية ويسود ساح الرمل لقليل الارتفاع لكنه في الوقت ذاته قليل التعاريج وتظهر قابلته جزيرة أرواد. أحسن ذلك. أرواد. نعم. أحد الأسوار على المنطقة الساحلية. ترجمة نانسي قنقر